1. صاروخ كتلته 5000 كيلو جرام مقدار القوة المحصلة المؤثرة عليه في لحظة معينة تساوي 200 ألف نيوتن احسب تسارعه نطبق قانون القوة F تساوي MA ومنها التسارع A يساوي F على M ثم نقوم بالتعويض المباشر القوة F 200 ألف تقسيم الكتلة 5000 بالآلة الحاسبة التسارع يساوي 40 متر في الثانية والسالة بثنين 2. مسعود كتلته 60 كيلو جرام يقود دراجة نارية كتلتها 40 كيلو جرام عندما أصبحت الإشارة الضوئية خضراء كان مقدار القوة التي انطلقت بها الدراجة إلى الأمام 200 نيوتن على افتراض أن القوة المحصلة المؤثرة على الدراجة تبقى ثابتة أحسب سرعة الدراجة بعد مرور 5.0 ثانية هذا السؤال يتطلب الاستفادة من معادلات الحركة الخطية التي درستها في الوحدة الثانية في البداية نحسب تسارع الدراجة من قانون نيوتن الثاني F تساوي M A والتسارع A يساوي F تقسيم M ثم نقوم بالتعويض القوة F تساوي 200 نيوتن تقسيم الكتلة M هي مجموعة كتلة الشخص زائد كتلة الدراجة كتلة الشخص 60 زائد كتلة الدراجة النارية 40 بالآلة الحاسبة التسارع A يساوي 2.0 متر في الثانية والسالب 2 ومن السؤال فإن السرعة الابتدائية للدراجة U تساوي 0 وبما أن القوة تؤثر على الدراجة لذا فإن السرعة تزداد والتسارع ثابت لذا نحسب السرعة النهائية من قانون V تساوي U زائد AT ثم نقوم بالتعويض السرعة الابتدائية U صفر زائد التسارع A2 ضرب الزمن T5.0 بالآلة الحاسبة فإن السرعة النهائية V تساوي 10 متر في الثانية والسالب 1 فإن السرعة النهائية V تساوي 10 متر في الثانية والسالب 2 فإن السرعة النهائية V تساوي 10 متر في الثانية والسالب 2